كان عندي ظروف بعد ثلاثة يام في البيت الظروف هقول لكم عليها وطبيعي ان بنتي تيجي عشان يعني عشان تقعد معايا او عشان تخدمني او كده يعني المهم فضلنا في جدل في مواضيع اكتر من موضوع كده لحد الجدل ده ما وصلني للعيات وقلت لها انا هروح عيش معاهم هم احسن من اي حاجة يعني دولة احسن من اي حاجة فانا هروح عيش معاهم لان انا مش عارفة اتعامل فحسستني ان انا يعني انا برضو عايزة اخد ودي معاكم في الموضوع وعايزة عارف هل انا مختلة عقليا هل انا فعلا عشان انا ستة كبيرة فبشوف الحياء الحاجات بنظرة تانية ما عارفش انا مش عارفة ولكن عايزة اقول لكم اللهم صلو وسلم عليك سيدنا النبي اي جات قعدت معايا يومين وانا كنت تعبنة بقلي مثلا خميس وسبت النهار دا السبت اخر النهار اي مش بت النهار دا السبت اخر النهار طبعا زي ما انتم شايفين كده الدنيا صعبة جدا جدا حدا هيقول لي يا ناصرة طب ما هي من نظفتش ليه ما عملتش ليه والله نظفت يا جماعة قعدت طول الليل تنظف الحمام والمطبخ وغسلت موايين قد كده ولمت زبالة قد كده لاني بس طبعا عشان في عيال ما شاء الله بتلعب وتتنطط وبتوسخ وبتامل فجد بقى في الوقت دا وقلتنا لا خلاص بقى الدنيا مش عايزة الدنيا تلايلة عليك خدي ولادك وامشي بقى ايه عشان انت برضو وراكي مصلحتك وراكي بيتك وكده فهنا طبعا انا ما قدرتش ان انا اسيب الدنيا كده رغم ان انا تعبانة وانا مش تعبانة تعبانة انا اقول لكم ايه اللي بالزبط عندي يعني اول حاجة بس اسلم عليكم ازايكم يا حبايب قلبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا امرات يا شربطات يا عسلات بحبكو جدا 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 وبشكركم جدا جدا انا مش عارفة كل الفيديوهات اللي بتيجي دي انا بنسى اشكركم ولا بشكركم بشكركم جدا على كل دعواتكم كل كلامكم الطيب هنا شلت السجادة وقلبتها اصيصا على ضراء علشان ما يبقاش انا نضافها كده نفضها واخسل السجادتين معاكم اخسلهم على الناشف اتشوفوه ما يخسلهم ازاي انا تخرت الكنبة بس بعد ما قفلت الفيديو تخرت الكنبة وعملت وراها لان ابشح حاجة ان انت تبقى الدنيا مش نظيفة حواليكي وانت قاعدة او قفل الشقة وخرجتي وحاسة ان طبعا الشقة مسبلة فلا لازم يعني بنقول يا رب كده وكمان انتو بتاخدوا بيدي وبتشجعوني لاني ما ببقاش قادرة فانتو دايما اللي بتشجعوني مشان اللي بشجعكم انتو دايما ليكم فضل علي بعض رب العالمين فطبعا بشكركم جدا جدا ربنا يا رب يجزيكم كل كده المهم زي ما بقولوكم كده هنضف القوضة بتاعتي وغير الملاية وهروى الدنيا ان شاء الله كويس كده فاتنشطه كده معايا وقوموا تشطره وطبعا مش همسح الارض معاك ولانو انتو عارفين ان انا بامسح بالطريقة البدائية باجيب ميا وديتول واجيب الجردل وامسح كده لمواخزة بايدي اول هام انا ما بقتناش يا جماعة بموضوع الشرشوبة والمساحة والكلام التفيه ده بتاع الحاجات الحديثة اه هو تعب علي بس انا بحس ان انا فعلا نظفت الارض تمام هنا دخلت على المطبخ وطبعا بنتي لما بتيجي كل فترة اكيد ما مفيش حد يا جماعة بيعرف حاجة حد يعني ما يعني ما ما تعرفش مسلا ممكن تحط الحاجة فين تروق فين فكل واحد هو عارف حاجته وعارف بيحطها ازاي وبيعمل ازاي المهم الجدل اللي حصل بنا ان انا طبعا اساسا انا لما باجي اتكلم اتطمن عليها في التليفون ازاي كي وفاق عاملة ايه وخلاص بنقفل السكة ازاي كي ماما عاملة ايه وخلاص بنقفل ما بنتكلمش في اي حاجة خالص كمان معاكم انتو احيانا برضو ما برداش اشايلكم الهم واكلمكم في حاجات تدايقكم هنا طبعا انا بروأ المطبخ وبلم حاجات رغم انه والله العظيم المطبخ ده كان يضرب يقلب وهي لمة الموعين الله يجزيها كل خير وفضلت تغسل فيه ومتنظف وتعمل لكن البيت ما بيخلصي والشغل ما بيخلص عمرنا بيخلص والشغل ما بيخلصي مفيش اي حاجة في الحياة بتخلص المهم بقول لها بقول لها يا وفاء انا بتكلمني عن الاخرة وبتكلمني عن انها تعرف حد بيفصل الاتواب بتاعة الموتة بيروح يجيبوا اتواب ناس يعني يتعرفهم وبيفصلوها ويطلعوا منها للناس المحتاجة او للناس الزروفة كده ومكان لحفظ القرآن وكده يعني بيتكلم فانا بقول لها بقول لها انا تعبانة جدا ومتضايقة جدا او الهم انا تعبانة ليه انا جماعة في الشتاء عدمي بيتأثر بالبرد اكيد في الناس كتير في سني عدمها بيتأثر بالبرد باخد كل اللي يخطر على بالك لابن باشرب رغم انه بيعمل لي مغز بس باشربوا عشان عدمي و يعني ممكن اكل حاجات انا مش عايزة اكل عشان عدمي بس عدمي واجعني انا مثلا بخلص بطلع من الشغل يعني انا من ساعة ما بروح الشغل اي الشغل جماعة بروحه سواء في حد ساعدني او ما ساعدنيش انا بفضل وفع لحلي من عشرة او تسعة ونص لحد اربعة وخمسة لحد ما روحي بيدي اجي بقى اركب عربية المواصلات انا بركب كذا عربية بجي انزل من العربية والله ما قادر انزل مش قادر انزل عدمي واجعني جدا المهم الحمد لله على نعمة الشغل والحمد لله ان ربنا ما يحكش اي حد لحد وهي نعمة وفضل من رب العالمين بس يعني انا بقول ان انا ده اللي حصل ده تعب اللي عندي يعني مش باشتكي بس انا بوصف لكو يعني انا كنت تعبانة لي المهمة فبقول لها بتقول لي يا ماما انتي معلش الواحد لما بيكبر في السن بيتأثر وبيبقى مش مستحمل وبتاع بقول لها يا بنتي فبقول لها انا لما بتقابلني الموقف دي ببقى اعملكل في نفسي واقول منكو لله وحسب يالله ونعمل وكيل وربنا يتوب علي فبتقول لي لا ما تقوليش كده لان يعني ايه ده ده تتترقم عليك زنوب فبقول لها يعني الغل اللي جواي اطلعه ازاي يعني انا ببقى مغلولة طب ايه هي الموقف اللي بتحصل هقول لكم انا جينا رحنا نزلنا نجيب حاجة فانا بنتي وايلها فوقفين كده فبقول لي بنتي هاتي بخمسة جنيه حاجة من عند العطار وقفت بعيد كده انا وحفيدي وبنتي وبنتي وحفدتي مع بعض ديهم يعني فشوية شباب تلات شباب كده شفونا واحنا وقفين على جنب مسندنا على العربي قعدوا يبصونا يبصونا وفي الاخر جابوا بتاع دي فرقعوها اللي هو السواريخ في النص فطبعا انا اتفزعت وخدت والوقت برضو اتفزع حفيدي فاخدنا بعضنا ومشينا بعيد وطبعا يعني قلت يعني في سر ايه ده حاسبي الله انا انا امال وكيل من كل الله يا بعض وخدت بعضي ومشيت ده موقف الموقف التاني والله العظيم زي ما بقولوكو كده هل انا مختلة انا بس نفس افهم يعني هل انا مختلة عشان انا بكبر فمش مستحملة ف لا انا مش باتحك هنا انا جبت السجدتين فرشتهم زي ما انتوا شايفين كده وجبت مية بدوني وقعدت لمع في السجاجيت كده لان طبعا مش هقدر اخسل ولا اعمل وكمان مش هايز احطهم في الارض ووطي واعمل مهم انا في الاخر بعد ما قفلت ولميت الدنيا كلها مساحت الارض بدتول ونظفتها وما عملتش بقى القوضة الجوانية اللي فيها الدولاب دي وكده فالمهم بنتي فروحت اجيب عشان بقولوكو روحت اجيب ربا كيلو اجيبنا وكانت بنتي معي ربا كيلو جيبنا قريشة قال لي الراجل بخمسة وعشرين جنيه مش قصة طلعت الخمسة وعشرين جنيه فبقولو انا ماليش فلوس كده بقولي لك نص جنيه هاتي نص جنيه وخدي حلوياي اي حاجة يعني مفيش حاجة عندي بنص جنيه قلتولو ماشي فيش مشكلة قعدت ابحث على النص جنيه لحد ما لقيت له نص جنيه هو قديم شوية بس عادي بالنسبة تتعامل بي يعني مفيش حاجة بيروح جيت ادي له نص جنيه عمل ايه رحمة ديني جنيه ما يتصرفش نائي جنيه مطبق حطه في الحاجات اللي يعني ايه مركون كده اللي هو ما ينفقش يتصرف يعني ما حدش ياخده منك فقلت له هو ايه ده فقال لي مفيش فكة ومفيش فلوس ومفيش معرفش ايه واتوتر الوضع لدرجة ان انا خدت نص جنيه والجنيه ورمتهم رمتهم في الشرع وقلت له ولا تزع عن نفسك اه قبلها بيوم انا كنت في نفس المكان ده كنت جايبة حاجات بخمسة وتسعين جنيه بالزبط خمسة وتسعين جنيه انا جايبة الحاجات حاجات من ضمن الحاجات يعني فالمهم ان انا اديتهم متجنيه مفروض يديني الخمسة جنيه اه الحاجات بخمسة وتسعين جنيه فلاقيته يديني اربعة جنيه ونص ليه قال لسه اندربت على المكان او طلعلي وطلع ان انا مفروض كمان اخد منك نص جنيه طب ليه مش نفس الراجل واحد تاني بس في نفس المحل اصلي احنا علينا عجز سبعمائة جنيه وطلعه وانت بتحكيلي قصة حياتك ان انت في عجز انا زن بايه انا حسابي كزا تلاتين جنيه جبنا عشرين جنيه بيض خمسة واربعين جنيه لبن جبت تلات تنصاص لبن علشان يعودوا عندي تلات يام وجبت حتة جبنة برضو كنت قعد عندي تلات يام وجبت اربع بيضة يعني القصة مفياش حاجة والاسعار دي كلها معروف انه واحد اتنين تلاتة هو قيل بذات نفسه طب تضرب عن ما كان يطلع نص جنيه يعني انتو بتسرقوا علني مواقف من دي كتير بتحصل كلاب تبص تلاقي شباب جايبين كلاب يتظاهروا بيها ويتفسحوا بيها ويرعبوا الناس تلاقي الاطفال بتجري في شرع وتسرخ تلاقي في مواقف بتقابل الواحد وكمان في مواقف بتقابلني في الشغل مش هقدر اتكلم عنها من ضمن الناس اللي بتشتغل او كده مش هقدر اتكلم عنها عشان دي برضو تخص بيوت وعشان الناس لو متابعني بتتضايقش مني كل المواقف دي الواحد بيحبسها جواه بس بيتضايق واحيانا يا حزب واحيانا نقول من كل الله واحيانا فبنتي بتقول لي لأ انت لازم تستغفر ربنا وعادي عشان انت جبرت في السن عزلي عازل اروح فيني يا جماعة انا عازلي مبلغ والقدر عشان اروح عازل في حتة نظيفة المهم دي المواقف اللي بتحصل هل بعد كل ده ربنا هيعقبني عشان انا بطلع الغلل لجواي يعني المفروض اضحك واقول استغفر للعزم ما انا بنى قدمة يا جماعة في النهاية فطبعا بنت عاد تتكلمني عن الطرب وتكلمني عن الموت وتكلمني عن المدفن وتكلمني عن المشار عادت عايت وده اللي حصل محتاج رأيكو وهل انا نصرة كبرت ووصلت ان انا بقيت مختلة انا جماعة مش عارفة تعيش مع الناس انا بقول لبنتي انا عايزة عايش مع الحيوانات انا مش عارفة تعيش مع الناس مش عارفة والله يتعامل مع الناس ردوا علي جماعة في التعليقات وقولولي ايه الحل انا ردوا ب constantly انا ردوا من stretch انا cancelled انا ردوا من الجم prosperity انت شرح اPeمترگ انا ردوا يمتاص